موسيقى للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والتعامل مع التدعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة وأكد وزير الخارجية أهمية اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ قراره الصادر يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري بشأن قامة هدن وممرات إنسانية مشددا على الموقف المصري القائم على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج قطع غزة تحت أي ذريعة من الزرائع وضرورة تكسيف الجهود الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطع لوضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة فضلا عن ضرورة التحرك الجهد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية ومن جانبه أعرب وزير خارجية ألبانية عن تقديره لجهود مصر لاحتواء الأزمة والحد من تداعيتها وكذلك لدورها في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية الحالية في خطع غزة فضلا عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخلوق الرعاية الأجانب وفي سياق المتصل أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ديار شوان وأصلت مصر جهدها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موضحا استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة وأشار ديار شوان إلى حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة خلال اليوم الأول من الهدنة حيث شهد اليوم الأول إدخال 200 شاحنة مساعدات وسيارتين إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر فضلا عن إدخال عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردنية و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتية وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحاته نجاح اليوم الأول من الهدنة سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو بإتمام عملية تبادل الأسرة والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل أو دخول المستلزمات الطبية والغزائية والوقود لسكان القطاع شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار على أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدة عليها ودعم المستثمر الجهد ودعم الصناعات الوطنية والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصرية جاء ذلك خلال متابعته مع رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة واسترداد الأراضي المتعدة عليها بمدينة السويس الجديدة استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد وفدا وزريا بحريني رفيع المستوى وذلك على همش انعقاد الاجتماع الوزرية لللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وأكدت وزيرة التخطيط عنق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر والبحرين مشيرة إلى التعاون في عدة مجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والاستثمارية وأن التحديات التي تواجهها دول العالم حاليا تفرض مزيدا من التكاتف والتعاون بين الدول العربية التي تمتلك كل الامكانيات والموارد المختلفة من جانبها أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان من خليفة الخليفة أن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تؤكد أهمية الحركة الاقتصادية في مصر مشيرا إلى أن تلك الفرص هي فرص عالمية وتنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية حيث تتوفر بمصر فرص تجارية ولوجستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمية يواجه فريق النادي الأهل في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام نظيره فريق ميدياما الغنية وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دور أبطال إفريقيا وافتتح الأهل مسوره بالنسخة الحالية لدور أبطال إفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإسيومي زهابا بسلاسية دون رد وإيابا بربعية دون رد اشتركوا في القناة